أبو فاروق من فرنسا و حث على الزواج و حث على تزوج المرأة الولود قال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة و في لفظ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة و المتأمل في نصوص الكتاب و السنة في قضايا الزواج يجد بأن الشريعة الإسلامية أحاطت الزواج بسياج من الأمن و الأمان و لم تجعله عرض للعبث و الاستهتار أبدا و لذلك الزواج عندنا ميثاق غليظ و جاءت الشريعة و وضعت شروط و شرعت أركان و فرائض و عجبات في هذا الزواج حتى يبقى هذا الزواج بهذه القيمة العظيمة لأن هذا سنة من سنن الله الكونية القدرية حتى يدور دالوب الحياة تبقى الحياة و يحصل أولاد فلابد أن يكون الزواج صحيحا حتى تكون الثمرة صحيحة و لذلك الزواج الإنسان إذا أراد أن يقدم على خطبة امرأيات البيوت من أبوابها و لا يتسلق الجدران و بالنسبة لما ذكرت يا أخي الفاضل من الزواج عبر الإنترنت أنا ما أعلم و لا أعرف هذا الشي الإنترنت هذا عالم يعني مليء بالغث والسمين بالحق و الباطل بالصح و الغلط بالخبيث و الطيب ما أدري أنا كيف الإنسان يرضى أن يختار أم أولاده و حليلته من خلال هذا العالم الافتراضي ما يدري من وراء هذه المرأة ما يدري من وراء من خلف هذه الشاشة أما قضية أنه والله لا أنا أعرف فلان عنده بنت و أنا في بلد آخر و حبيت أني أتواصل مع أهل هذه البنت في رؤية الشرعية و هي تراني أيضا من رؤية الشرعية هذا لا كلامي عليه ما في بأس مدام أن البرنامج يتواصل من خلاله مأمون مثلا أما قضية والله أنا أدخل هذا العالم وأضرب زر وأقول والله أريد زوجة يعني أعتقد بأن هذا مخالف للشرع و للعقل و للعرف و لا يتناسب أبدا مع الشيمة و المروعة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم أنا لا أعرف هذا النوع من الزواج إلا أنه زواج عبثي قائم على والله أدخل اسمي ولا تدخل اسمها و تنظر من يخرج لها أو من تخرج له لذلك أخي الفاضل بارك الله بك إذا كان القصد أن هناك أناس يعني تعرفهم و يعرفونك أو توصلت إليهم وهذه البنت من أسرة معروفة و كذا ثم أردت لقاء بها عبر الإنترنت و حصل أيضا قضية العقد مثلا في الإنترنت و هذا مما جوزه كثير من أهل العلم من المعاصرين إذا كان طبعا المأذون موجود و الزوجين أو الزوجان الخالية من الموانع رضاهما وجود الولي يعني بقية الأشياء هذا ما في شيء أما قضية أنه والله تعارف و كذا شيء من القبل فأعتقد بأن هذا ما يتناسب مع إنسان فعلا يريد أن يبني أسرة صالحة بارك الله فيك